يا رب طب عايزين نبدأ الموضوع من البداية منذ التحاقك بإزاعة القرآن الكريم التحاق يعني سبق قبل كده يعني قبل الاتحاق كنت أنا معتاد أن أنا أتردد على مدارس اللغة العربية مدارس التاريخ ولفت انتباه مدارس التاريخ صوتي وأنا بكلمه بعدما حصلت على النتيجة الحمد لله وكنت داخل كليت أداب فقال لي على فكرة شحة أنت صوتك إذاعي ويشبه صوت الراحل الله يرحمه أستاذ أحمد سمير ده كان كلام يعني فأنا اختزنت داخل في الزاكرة ومرت الأيام وبعد كده بزور برضو عمي في البنك الوطني التنمية اللي كان رئيسة للبنك الوطني التنمية عمد محمد زاكل عرابي الله يرحمه فقال لي برضو أنت صوتك ينفع للزاعة أنا كنت في ذلك الحين أعمل في دار مايو الوطنية للنشر أخون بمراجعة الصحف والمجلات في دار مايو دار مايو كان كبير جداً كان رئيسة الأستاذة عبدالله عبدالباري الله يرحمه وكنت مستمتع بمسألة المراجعة والتصحيح وليت نفسي فيها مضاقق لغة مضاقق لغة الحمد لله وطلطت بناس الحمد لله لهم خبرة مايخلوا من تلاتين سنة بس أنا لحبي برضو العمل هناك وده أبي يعني كان معادي الشغل بتاعي من تسعة لتلاتة وخلص أنا وفترة تانية من تلاتة لتسعة بالليه فأنا كنت بواصل العمل من تسعة لتسعة بالليه لأنني عايز أحفظ كل مفردات العمل عشان مايكونش عالة وحد يقول لي أنت غلط أو أنت جايب تشغل إزاي معنا وانت مبتعرش حاجة فأنا كنت دقوب بالحمد لله أن أنا أعرف كل حاجة فأخذت كل ما لديهم من خبرات كل اللي عادين بقوا بعد فترة من ست وشهر تقريبا هم نفسهم بسألوني يعني دي نعم فاق إيه دي صح ولا غلط أصبحت مرجع يعني الحمد لله يعني بعد كده لما كان فيه إعلان عم يقال لا نقدم لك والله دخلت دخلت ما دخلتش ما دخلت أنت وكفاءتك يعني في الإزاعة عمتا أو في إزاعة القرآن الكريم في الإزاعة علاء في الإزاعة عمتا وأنا كان اعتقادي أن أنا صعب جدا أن أنا أخش إزاعة القرآن الكريم لأن أنا كنت أعتقد أن كل اللي عاملين فيها لابد يكونوا حافظينوا القرآن كله لك أنت خيوري لا يسمح لهم بأي خطأ أيا كان ولو يعني هفوة يعني كنت متخيلة أنها كانت بس مع القرآن ما فيش خطأ فأقلت لأ ده أنا ربما أروح مثلا لبرنامج العام أروح صوت العرب فلقيت الحمد لله لما دخلت الاختبار طبعا كان الصوت أول ما قال أستاذ علي عيسى الله يرحمه سمع الصوت في اللجنة قالوا لي بقى يعني قالوا ده صوت إزاعي من الدرجة الأولى يعني هو رجل قال كده الله يرحمه بعد كده بنسبة للغة أنا ما كانش عند رهبة شديدة لإني الحمد لله ممارسة اللي عمل في دار مايو في الصحافة والتدقيق كان مديني الحمد لله النوع مستخل لأنني كنت بمشي في الدار لو لقيت حتى ناس قابل مني بخمسة عشر سنة بعشرين سنة بيغلطوا فالخطأ بيضرع في ودني أقول لهم لا ده فيه خطأ يكون مثلا ممكن في المنشطة الكبير بتاع الجريدة قالوا لا خطأ فيه ورئيس القسم حتى يكون هو اللي بيراجع مش واخد بقى بس أنا سمعت الخطأ ضرع في ودن فألا إيه بقى يعني في اللي معاه أقول له إنت زي ما تاخدش بالك زي ما تنبهنيش كده فالحمد لله وإن حضرتك بقى تحساسة قوي للأخطاء نعم وإن حضرتك بقى تحساسة جدا أه الحمد لله مارست كل اللوة العربية بالنظر والودن وكل الحواسي يعني الحمد لله طيب عظيم العمل في إذاعة القرآن الكريم عايزين نحكي بقى مواقف حصلت ده احنا نتكلم في 35 سنة الحمد لله يعني بصراحة أنا أي زي أي إنسان في أي عمل بيلاقي طبعا وجوه عابسة وبلاقي وجوه باسمة ومبشرة وبتاخد بإيدك فالحمد لله طبعا لم نلتفت لأي وجه كان عابس وكان بيحاول مثلا يوقف مستكتر أن نحنا نشتغل معه لأننا كنا صغارين فخايف أكيد اللي هو بيقابلناك كده بيبقى مش واخد الثقة عنده شاكك فينا هل نصلح المكان ده أو ما نصلح لكن بعد فترة لدينا كتير من الناس الهم لدينا في رعاية وفي أبوه وفي حنو من ناس كتير جدا في الإذاعة أخذوا بيدينا زي الأستاذ رياض فهم الله يرحمه والأستاذ سعيد العيلي لما اختبرني قال لي خد عد برنامج في رياضي القرآن هو كان بيقدمه قال لي خد عد الحلقات دي فأول ما شاف أول حلقة كنت عمل طبعا عشر حلقات عمتوله إعداد فالحاجة فاطمة ربنا يبارك فيها فاطمة طاهر حاجة فاطمة طاهر لقد تخلي بالك وش حتى لو لقى عندك خطأ هيزعلك وربما يعني يعني يشتم أو حاجة زي كده طبعا بنواجه لها كل التحية طبعا أستاذة أول صوت نسائي لإزاعة القرآن الكريم بيقدم برعام الإيمان ومشاء الله ربنا يبارك بللت 15 سنة تقريبا لوحدها كصوت نسائي متفرق يعني بالنسبة لي يعني زي والديت بالزبط الحاجة فاطمة بنادي الصحيح من الناس برضو اللي هم ساعدوا الوحد فوقت لها لو طلع فصلة غلط أو طلع حتى همزة يبقى أنا منفعش أعود هنا فما دخلت فالأستاذ سعيد يعني بيقول لي وريني اللي أنت عملته فشاف الشغل فمديني الكتاب أن أنا عادي أعمل إعداد منه فلا آية في الكتاب مختلفة على الآية في النص إزايا أنت مش عاديتني الآية حتى تعالى الآية غلط فأقول له لا الكتاب الغلط لكن أنا لازم أن أراجع الآية قرآنية أنا بمنقلش وخلاص وانا مش دوري أنا ننقل أنا مش رجل خطاة لازم أن أتأكد أن كل كلمة مكتوبة صح وده دوري فالمراجعة اللي قبل كده نفعتني الحمد لله لما دخل فأسند إليه كل داني مفتاح كلما ضايع المفتاح بتاع المكتب مع أنك ممنوع حد يخش المكتب كلما ضايع المفتاح يعمل لي مفتاح تاني يخلي عندنا الساعة يعمل مفتاح المكاسب أكتر بكتير من خسارة المفتاح آه الحمد آه فأعمل له أشتغل معه برد يقول لي لا أنا أقول له أنا مش عايز أخش ما بحبش يعني يعني عايز إيه عفز على الهايبة بتاعت المدير عام رئيسي ما بحبش أتردد أول بحب خليني في شغلي أنا في مكاني ومرحلتي أول برنامج بقى عملته كان مع الأستاذ رياض فهمي ده هو مجالة الفكر الإسلامي آه أستاذ رياض فهمي يعني كان حد جميل جدا ونفس سوية وصدر يعني منشارح وقلبي سليم يعني فيقول لي شارك معي في القراءة فالمفترض طبعا إن القديم بيصح للأحداث فأنا الحمد لله ما كان هو حتى ربنوك كان صوت جميل وأنا كنت بحبه جدا يلاقي مثلا كلمة يقول لي بست خش يا بلدوزر شط يعني قول ده بينهم بعض يعني نفهم فالحمد لله فكان ومكانش يزعل يعني أهوم أنا أقرأ النص أنا ألاقي مثلا في حاجة مش واضحة عنده أقول له يا صدرات فيك هزي قول لي آه ده أنت معك ده يبني المفروض أنا ألا أصلاح لك أنت ألبس لك الحمد لله الحمد لله